السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله 05-22-46-72-50 او 51 او 52 مرحبا بكل الاسئلة الفقهية المرتبطة ببيان الحلال والحرام وفق الكتاب والسنة والمقاصد العليا للشريعة مرحبا ونبدأ اول مكالمة من اقليم الصويرة مع اخينا سمستفا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يطول عمرك مولاي الحمد وربي ونشكره ولله الحمد والمنا يا مرحبا السيد طيبة بتعالي نقولك حبادر الدين نقول لنا من هو الماسيخ الدجال تشرح لنا من هو وحالد القيصة سبحاله التاب وحالد العلمات يلسى على الكوبرا وهذا الشيء مع مركمة ما شرح لي بحالد الماسيخ الدجال دي ما قد دكره وقد تمر عليهم مرر القيرا مع مركمة وحبوا لي نعم السيد ونرى مصطفى من سويرة قرفتين كنت جيت عندك الكازة ايا مرحبا السيد مصطفى اياه يا ألف مرحبا وبيتني قولك اياه اذا كنت شيء هاتف مقال بحالكة يساعدني بالنسبة المتطور كنت قلت شيء مرة توزع هاتف مقال اياه 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 كان واحد الاخ السيكمال من اسفي انتكليف بهذا الموضوع لاخوة المكفوفين فيما بينهم خلال شهر رمضان ايه ان شاء الله نحاول نحافظ بالرقم ديالك ونوصلن بسيكمال كانوا غير بعض الاحبه ساعدوا فيما بينهم لتحفيظ القرآن هواتف نقالة للمكفوفين لكي يتواصلوا فيما بينهم وتحفيظ القرآن إن شاء الله يا مصطفى لكن باش تنضم الجروب الجروب ديال المكفوفين والمكفوفات اللي هما أصدقاء دعات ميد راديو راهم كيتواصلوا فيما بينهم ومرة مرة كين بعد أهل الخير كيدخلوا معهم الجروب وتما كيكون إن شاء الله شي خير بإذن الله تجلب الله سبحانه وتعالى يفتح أباب من أبواب فضلا منه وإكرم شكرا لك سي مصطفى الله رحل والدين وكنت شكرك على السؤال الوجه ربما قد سبق في حلقات سابقة تكلمنا عن هذا الموضوع المسيخ الدجال وعلامات ساعة الكبرى المسيخ الدجال باختصار شديد لأن الموضوع طويل للغاية هو علامة من علامات الساعة الكبرى فتنة خطيرة مزعجة مرعبة ربنا عز وجل سيتركها إلى آخر الزمان كما أن الآن مثلا فيروس كورونا هو فتنة مزعجة لكنه خفيف سرعان ما سوف يزول بإذن الله لكن في آخر الزمان لما يكتر الإفساد في الأرض ويكتر الهرج الهرج تقلبات كيف بكم إذا أصبح المنكر معروفا تنقلب القيم المعروف يصبح منكرا والمنكر يصبح معروفا والناس يزهدون في الدين ما في لا حج ولا عمر ولا صلوات خمس في المساجد هنا سوف يظهر المسيخ الدجال من هو هذا المسيخ الدجال مخلوق خلقه الله تعالى على هيئة رجل في علامات أنه أعور وأعرج عينه اليمنى عوراء مكتوب فيها كافار كاف فار كافر يعني أنه شعاره الكفر وهو أعرج أعرج بمعنى أنه غير قادر على المشي لكن الله تعالى أعطاه عكاز وعنده قدرة بهذا العكاز أن يفعل الأعجيب أنه سوف ينشر الكفر وينشر الزيغ والضلال في آخر الزمان ويستطيع أن يقنع الناس عنده قدرة على الإقناع عنده فصاحة وبلاغة وعنده تأثير على العقول وعلى النفوس بالفكر وأيضا بالإنجازات قد يمر على أرض قاحلة أرض فيها الجفاف الثام فيأمر السحابة في السماء عن طريق عكازه فينزل المطر في ذلك الأرض القاحلة فيقول للناس أنا ربكم الأعلى يرون هذا الإنجاز يقولون حقا هذا ربنا عنده قدرة على إنزال المطر من السماء ثم إنه قد يمر على قوم عندهم شخص مريض ويكاد يموت وعجز الأطباء عن العلاج فيأتي إليه ويخزه بعكازه ويقول قم قم فيقوم ذلك المريض صحيحا من غير مرض ويقول من أنا أنا ربكم الأعلى فالناس كلهم يعتقدون به ويؤمنون به عنده قدرة أنه قد يستطيع أن يسمع الخبر في أدنى الأرض وهو في أقصى الأرض يأتيه الخبر ويستطيع أن يتواصل مع مختلف الأماكن في نطاق العالم عنده قدرة التواصل هذا المسيخ الدجال كما أخبر به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه سيتبعه خمق كثير سوف يقتنعون به ويعتقدون بأنه هو ربهم الأعلى حتى أنه سوف يصطدم بشباب متديم مثل فتية أهل الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وربطنا على قلوبهم وزدناهم هدى سيصطدم بهم ويقولون إنك مجرد فتنة في الأرض لست ربنا الله تعالى أعظم وأكرم من كل شيء فيغضب المسيخ الدجال ويبدأ يعاقب كل متديم سيخرج له جماعة من الشباب المتديمين أصحاب الرأي وأصحاب الإيمان وأصحاب العقيدة وسوف يتهمهم بالباطل بالتطرف ومن تم سيحكم عليهم بالإعدام ويضربهم ضربا قاتلا سيأتي إلى شاب مثلا ويضربه كما قال الحديث النبوي الشريف بسيف فيقسمه نصفين يقسمه نصفين حتى يموت ويراه الناس قد فعلا انقسم نصفين من أعلى إلى أسفله ثم يقول له بعد ذلك قم فيقوم حيا حيا فيقول من أنا فيقول أنت المسيخ الدجال أنت لست رب العباد فيقول وقد رأيت ماذا فعلت بك قسمتك نصفين ثم أحييتك قال والله ما ازددت إلا يقينا بأنك أنت المسيخ الدجال هكذا تحكي الروايات الحديثية في كتب الفتن عندها صحيح البخاري ومسلم وغيرها لكن العلماء في تأويل هذه الأحاديث عندهم آراء منهم من أخذها بالظاهر وقال هكذا سوف يقع لأن البشرية تمضي الآن ويوما ما ستعود البشرية متخلفة سيكون عنده عكاز وينتقن من مكان إلى مكان البشرية عندها تقدم عندها تكنولوجيا عندها معلوميات قالوا بأن البشرية تتقدم إلى القمة ثم تعود إلى الأسفل مرة ثانية كما كانت في أول البشرية لأن الطاقات فوق الأرض سوف تنضب الطاقة البترولية والطاقة الشمسية وبقية الطاقات كلها سوف تتوقف ومن تم التكنولوجيا تتعطل تصور معي هاتف نقال إذا لم يكن فيه بطارية لا قيمة له سيارة إذا لم يكن هناك بنزين لا قيمة لها وهكذا كل وسائل التكنولوجيا ووسائل التواصل والمواصلات إذا فترت وسائل الطاقة لم يعد لها من سبيل فبعض العلماء قالوا بأن هذه الطاقات فوق الكوكب الأرضي سوف تقل 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 ويوما ما تعود البشرية إلى سلف عهدها تستعمل الدواب من الحمير والخيول والبغال والجمال وستكون هناك حروب سوف الناس يقتل بعضهم بعض وسوف تكون هناك أوبئة وطاعون الناس سوف يموتون وتعود الحياة بداية كما كانت أيام زمان هكذا فسر بعض العلماء والمحدثين هذه الأحاديث في علماء آخرين عندهم تأويل آخر ندخل من بينهم مثلا الدكتور مصطفى محمود هذا مفكر إسلامي هو طبيب طبيب جراح ولكنه كان مفكر كبير جدا وكان دخل إلى مرحلة الشك شك في أول أمره كتب كتاب سماه الله وأنكر فيه الأديان وأنكر فيه الإيمان وأنكر فيه كل شيء وبقي في البحث بعد ثلاثين سنة خرج بكتاب آخر سماه حوار مع صديق الملحد وقال لقد ضيعت ثلاثين سنة في البحث والتنقيب عن الحقيقة وهي موجودة وأول دليل هو الدليل الفطرة الفطرة تحدثنا عن الإيمان واليقين وكتب كتبا حول المسيخ الدجال من ما قال قال المسيخ الدجال هو الحديث استعمل ليس أسلوب الظاهر وإنما أسلوب الرمز ذكر بأن المسيخ الدجال هو ما يسمى الآن بالحضارة الغربية الصراع الذي هو واقع الآن بين الغرب والشرق صراع الحضارات لكما قاله هينتينكتون المفكر الأمريكي قال صراع الحضارات أو فوكو ياما الذي تحدث عن نهاية نهاية التاريخ الإنسانية بالعولمة والرأس مالية هؤلاء نهاية التاريخ قال بأن حقيقة المسيخ الدجال هي الحضارة الغربية فوصف المسيخ بأنه أعور وأعرج قاله هذه الحضارة لا تسمى حضارة وإنما هي مدنية لأن الحضارة هي فيها شقين شق مددي وشق معنوي فالحياة في العالم الغربي في مدنية حقا في ناطحة سحاب في تكنولوجيا في نظام رقمي وأنظم كثيرة ومتعددة مؤسسات وعندهم وزارات وعندهم طاقات كبيرة جدا فهي مدنية قوية آخر ما توصل إليه البشرية في حقوق الإنسان وفي الثقافة والفن والرياضة وغير ذلك لكن الشق المعنوي المرتبط بالعقيدة والإيمان فاشلين فشلا دريعا والدليل أنهم لا يؤمنون بالله يتنعمون بملك الله ولا يصدون ويعتبرون الدين خرافة ويعتبرون الدين أساطير الأولين ومنهم من يتحدثوا عن أن الدين مسألة فرضية الإنسان بمفرده ويتحدثون عن السوبرمان الإنسان الذي لا يقهر استطاع عن طريق العلم أن يتحدى الآلهة وأنه غير محتاج للدين فقالوا بأن المسيخ الدجال هو هذا إنهم يرفعون لواء كافار بمعنى ينعتون الحضارة الغربية بأنها تسمح بالشواد جنسيا أن يتزوجوا وتسمح بالعلاقات الغرامية وتسمح بالربى وأكل أموال نسب الباطل والرأسمالية المتوحشة فقال هذه حضارة مدنية لا تسمى حضارة وأن عندها قدرة مذهلة كما أن المسيخ الدجال يستطيع أنه يأتي إلى أرض قاحلة ويأمر المطر بأن ينزل فالمدنية الغربية عندها تطور على المستوى الفلاحي هناك طائرات نفاتة تدفع السحب في السماء وتضربها بصواريخ ويمطر المطر في المكان الذي أريد ثم إن الحضارة الغربية مع التطور الطبي بزرع الأعضاء والتلاعب في الكروموزمات وفي الخلايا وتجميد الدم في التلاجات بل وماء الرجل يجمد في التلاجات ويزرع في رحم المرأة والتلاعب في كل هذه الأمور متعلقة بالاستنساخ قالوا إنها مثل المسيخ الدجال الذي له قدرة على إحياء الموتى وهي كناية على تطور طبي ثم قالوا بأن هذا المسيخ الدجال الذي يستمع للخبر في أدنى الأرض ويعلمه في أدنى الشرق قالوا هذا كناية على الأقمار الإصطناعية فالحضارة الغربي تستطيع أنها تعلم كل ما يقع في العالم وأنت جالس في غرفتك تحسو فنجان قهوة تستطيع أن تعرف كل ما ويقع في العالم عن طريق التطور التكنولوجي وعن طريق الأقمار الإصطناعية حتى الحروب المستقبلية لن تكون حروبا في المواجهة هي حروب عن بعد الجندي في غرفته يحسو فنجان قهوة ويحدد الهدف ويضغط على الزر ويضرب الصاروخ ويصيب الهدف من قارة إلى قارة ومن بلد إلى بلد بل هناك حروب بكتيرية سوف تقع في المستقبل فقال هذا المسيخ الدجال كناية على الحضارة الغربية هذا تأويل ذكره المفكر الطبيب الكبير مصطفى محمود وغيرهم فالحديث عن المسيخ الدجال فعلا هو علامة من علامات الساعة الكبرى نهاية الوجود وعلماء الفيزياء والكيمياء وعلماء الفلك وغيرهم في البيولوجيا يعتقدون بأن العالم يسير نحو النهاية ربنا قال والشمس تجري لمستقر لها لمستقر لها تجري الكواكب تجري إلى أين لمكان سوف يقع فيه نهاية الحركة وعلماء يتكلمون عن نظرية انفجار الكون والكواكب لها مدارات ولكن تخرج نسبيا عن مدارها مما جعل علماء الفلك الخبراء الكبار يتحدثون عن نظرية انفجار الكون هذا علامة على نهاية الحياة فوق الأرض ومن علامة الساعة هناك شروق الشمس من مغربها الشمس تشرق من المشرق هذا هو الطبيعي لكن سوف يتغير نظام الكون وتشرق الشمس من مغربها وسوف تقع عدة تغيرات في المجتمعات ويخرج الله لهم دابة تكلمهم وسوف يقع ويقع كثير على متسع الكبرى كثيرة لكن يبدو بأنها لازلت بعيدة بعيدة جدا لماذا؟ لأن في زمننا هذا الحمد لله هناك الإيمان وهناك اليقين مادم هناك الآذان يرفع في المساجد ومادم هناك بيوت الله تفتح ويدخل المؤمنون والمؤمنات مادم القرآن الكريم يتلى في كل مكان في المساجد وفي المحافل وفي الإداعات مادم الدين الناس يتحدثون عنه مادم هذا خير عظيم بمعنى أن الساعة لا تزال بعيدة لا زال الخير كثير في الأمة الإسلامية هذا ولدفعنا أن لا نتحدث عن المسيخ الدجال وعلى علامة الساعة الكبرى لأنها لا تزال عنا بعيدة نتحدث الآن عن ما ينفعنا ما يقربنا إلى الله ما يقربنا إلى أن نتعاطف فيما بيننا ونحافظ على إيماننا ونحافظ على ديننا حتى إذا قبض الله أرواحنا كنا من المرجوين في رحمة الله شكرا لك أخي مصطفى معدرة اختصرت الكلام حول المسيخ الدجال وربما قد نتحدث عنه في حلقة أخرى بشكل فريد ومفصل ونأتي بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية وآراء العلماء لاحظ بأن المهدي المنجرة المفكر المغربي الكبير رحمه الله لما تحدث عن كتاب الفتن في صحيح البخاري هو قال البخاري كان في القرن الثالث وسماه كتاب الفتن أما أنا إذا أردت أن أسميه فلأسميه كتاب المستقبليات فإن النبي الكريم تحدث عن مستقبل البشرية يرى بنور الله بأن سيقع هناك تغيرات في الفكر في القيم في المرجعية وأيضا في السلوك العام وهذا كله مما خلقه الله في هذا الكون لكن ما يهمنا الآن نحن الحمد لله في نعمة نسأل الله تعالى أن لا يزيلها نعمة الإيمان مساجدنا ملأة بالمصلين مغربنا يحتوي على أكثر من 53 ألف مسجد ترفع فيه الأدان وفيه الحزب الراتب وعندنا ولله الحمد المدارس القرآنية وعندنا الكتتيب في كل مكان وعندنا مظاهر التدين قوية نحن الآن على أبواب على أبواب عيد الأضحى الحمد لله مظاهر ذبيحة الأضحى ستكون كثيرة والحجاج يؤدون المناسك والعمرة بعد زوال هذه الكورونا والصيام المغاربة أكثر الناس تمسكا بالصيامهم لقد مر رمضان في أجواء إيمانية جد رائعة هذا كله يعطينا انطباع بأن النزع الدينية في قلوب المغاربة وفي الوطن العربي وفي العالم الإسلامي بل حتى في الجاليات المقيمة في الخارج المسلمة قوي جدا دبيب الإيمان قوي وكلما ازدد هذا الإيمان فإن الساعة لا تزال بعيدة نسأل الله تعالى أن يزدنا إيمانا وأن لا يجعلنا من أهل الساعة لأن لا تقوم إلا على شرار الخلق نسأل الله السلام والعافية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم اشتركوا في القناة